29 دولة ومنظمة عالمية التأم شملها بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية لمناقشة المؤتمر عالي المستوى لدراسة مدونة سلوك جيبوتي لتعزيز الأمن والسلامة البحرية ومكافحة الإرهاب والقرصنة وسيكون نجاح حزم وتمر نابعا من توسيع نطاق تخصص المدونة لتشمل أكثر من القرصنة للأرهاب البحري والتهريب وما إلى ذلك هذا الاجتماع سيناقش من خلاله مكافحة القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن وأهمية وجود إطار قانوني لمكافحة الجرائم البحرية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والصيد الجائر الصين هذا المؤتمر في غاية الأهمية وأهمية تنبه بشكل رئيس أنه يعالج موضوع الساعة وهو موضوع الأمن موضوع الأمن وموضوع التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السفن وتعرض لها المنشآت والمناطق الحيوية في غاية الأهمية ومن هذا المطلق جاء هذا المؤتمر لكي يؤكد على تعاون جميع الدول المطلة على البحر الأحمر من خلال مدونة سلوك جيبوتي ومن خلال مشروع توسيع هذه المدونة ليشمل كل مظاهر التي يمكن أن تشكل التهديد لسفن ولدول منطقة ولمنشآتها الحيوية يأتي انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة آلية تنفيذ المدونة والتجاهات وملامح الجرائم البحرية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومدى التقدم في التعاطي معها والتحديات وتقييم التهديدات الخاصة بالقرصنة على سواحل الصومال ومدى ارتباطها بالجرائم البحرية الأخرى من هنا من هذه القاعة من مقر أكاديمية محمد بن نايف للعلوم الأمنية البحرية انطلقت عمال هذا المؤتمر الدولي والذي تشارك به 29 دولة ومنظمة دولية بهدف الحفاظ على الممرات الملاحية الدولية عبدالله الغامدي الإخبارية جدة